المترجم للقناة وحلم الأشقاء وصبرهم فرصة ليتجاوز بها حجمه الطبيعي فعقدة النقص التي يعيش بها نظام قطر صنعت منه خزينة يلجأ إليها كل من أراد للوطن العربي السوء والدمار وأرضا تضيق بأهلها وتتسع للقوى الأجنبية وملاذا لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ومنبرا يعتليه التحريض والفتنة فلا عجب أن تخالف الدوحة الإجماع العربي الهادف لأمن الدول واستقرارها فكيف لها أن تتفق وقد تلطخت أيديها بدماء الشعوب العالم العربي وكيف ترتضي ما يناهض سياستها القائمة على خلق الفوضى وزرع الفتن ودعم الإرهاب فمن مياه الخليج العربي حتى سواحل المقرب العربي لا تكاد أرض عربية تخلو من دسائس النظام القطري ومؤامراته فلعل ما جاء في التقارير الصحفية الأخيرة حول تمويل النظام القطري لشحنات أسلحة لتنظيم حزب الله الإرهابي وفضيحة تورط سفير قطر في بلجيكا بدفع مبالغ مالية إلى وكالة علاقات عامة ألمانية في إطار عملية معقدة لإخفاء قيام الدوحة بتمويل حزب الله بشكل سري جزء لا يتجزأ من عمليات نظام قطر المستمرة بمد يد الخراب وتغليفها بصورة المساعدات والأعمال الخيرية ولعل ما في المشهد الليبي منذ سقوط نظامه حتى هذا اليوم من تدخلات سافرة وتجنيد للإرهابيين ودعم القوى الأجنبية لسلب ثروات ليبيا جزء من سلسلة جرائم النظام القطري التي لم تنكشف حتى هذا اليوم وما تكشف منها كاف لإدانة جرائمه أمام المنظمات الدولية